أريج محطتنا التالية رح نتجول فيها بعالم مليء بالكنوز والأسرار كنوز الحرف السورية يلي شكلت على مرة زمان تحف وثقت للتاريخ سوري جميل بإيصر صنعته بأيدي السوريين وعم يشكل إضافة لهالشي ببطاقة تعريفية عن حرف السورية عبر معارض محلية وعالمية لنحكي على هالشي بشكل موسع خلونا نستقبل معنا السيد فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخيرات أهلا وسهلا فيكم يا أهلا أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد يعني المنتجات الشرقية السورية اليوم أصبحت يمكن بطاقة تعريف لسوريا عبر العالم وتميزت سوريا بها المنتجات الدمشقية خبرنا قديش اليوم عم يكون في تميز بالفعل لألا هلا الحرف السورية تعتبر أنا بعتبرها حرفتي هويتي يعني مثل هوية تانية أنا بعتز فيها هي حرفتي عم تنطلق لكل دول العالم عم نشارك فيها من خلال معارض دولية معارض محلية كمان عم تكون حرف مميزة إلى طابع مميز خاص بتحمله منطقتنا منطقة دمشق أو منطقة سوريا ونحن كجمعية حرفية بدمشق أنه منحصلين بدمشق الحرف الدمشقية إلى طابعة الجمالي المميزة اللي ما فيه إلى منافس مين عم يشتغلها أو يقلدها أو يطلع عليها أنه يكون أقوى من هيك حرف نحن عم نشارك هلأ في عنا وفد هلأ طلع من سوريا على الهند لمشاركة بمعرض هند الدولي معرض سوراج كوند ميلا الدولي بمدينة فريد أباد بجمهورية الهند هاي تالت مشاركة إلنا نحن للحرفيين بنشارك فيها بالهند بإقبالية رائعة من جمهور الهند لها الحرفنا التراسية عم نعدد كتير من الحرف مننا اللي عم ناخدها مننا واللي عم يكون عليها أقبال حرفة الموزيك الخشبي حرفة البروكار حرفة فيه اكسسوارات هلأ عملها جديد أخدناها معنا على الهند اكسسوارات حلي نسانية وتقليدية من الموزيك لأول مرة يعني بنعملها في حرفي أبدع فيها وهي أخدنا مننا هلأ لهنيك شي جديد أخدنا نسيج أخدنا كمان تدوير أقمشة أخدنا جلديات نحاسيات يعني كتير هالحرف لأيت تميز ولأيت صدوهي مو أول مشاركة الكون سيد في دا بس قديش مهم فعلا اليوم الحفاظ على الحرفة السورية القديمة يعني رغم كل ظروف الحرب اللي عم نعيشها لأنه يمكن الحرفي السوري بنضال مستمر لحفاظ على حرفته مثل ما قلت حرفته هي يمكن هويته أو بطاقة تعريفه للعالم مو فقط العربي ولا العالم كلياته هلأ نحن هاي الفترة اللي مضيت المعارض اللي قامت فيها الجمعية المشاركات اللي شاركت فيها الجمعية خارج سوريا بداخل هاي مثل مقاومة لقامت قدمتها الحرف لبقاءة لدعم هالحرف وبقاءة لسه عم تنتج هلأ على أراضي السورية وعم نشارك فيها وعم نجيب جوائز عالمية هاي نحنا شيء بنعتز فيه كتير أنه نحنا حافظنا من كان اتحاد عام الحرفيين باتحادنا واللجهات المعنية مثل وزارة الثقافة ووزارة سياحة أنه قدرنا نجمع هالحرفيين ونقبلهم المعارض ونظليهم مشاركات وعم يشتغلوا على رأس عملهم رغم الصعوبات رغم القزائف اللي عم تنزل على ماكن العمل نحنا مناطقنا كلها ياتها ضمن مناطق جوبر والباب شرقي والدويلعة وكلها مناطق مستهدفة ورغم هالشي أغلب الحرفيين موجودين هنا على رأس عملهم وعم ينجوا وعم يبدعوا وعم يعطوا شيء جديد من إنتاجهم عام ينافسوا فيه أكبر معارض بخارج سوريا وحتى إذا كنتوا بمعرض دمشق الدولي قدم جناح الحرفيين عروض رائعة للحرف التراثية تماما كان في تمييز بالفعل بمعرض دمشق الدولي لكن أستاذ يعني خلينا نحكي شوي عن مشاركتكم السابقة بالهند كيف كانت أصداءها واليوم شو الجديد اللي رح يتقدم خلال هالمعرض بالإضافة للإكسسوارات اليوم النسائية اللي فيها طابعة دمشقية نحنا أول مشاركة كانت بال2015 كانت مشاركة نحنا مثل رايحين وبدنا نسبت وجودنا بالهند أنه نحنا سوريا موجودين بحرفنا التراثية ونرفع العلم السوري ما عرفانين شو النتائج يلي بدا تواجهنا هنيكا نحنا بنتفاجأ قبل كل شيء في الطاقم تبع السفارة السورية ساعدنا كتير أنه بتواجدوا معنا بتسهيلنا باللغة بالتفاهم مع الأخوة الهند أنه تفاجأنا هنيك بالإقبال الكبير على الجناح السوري في ناس تجي تطلع تقول يشتروا القطعة رغم أنه فيه مثلا جلدية فيه صناعة جلدة هنيكة لك لأن الصناعة سورية بدي أشتريها لأن الشغل سورية مادئين سيريا بدي أشتريها كان فيه إقبال كتير أخذنا جائزتين نحنا جناحنا السوري كنا مشاركين أربع حرفيين واثنين إداريين واحد من اتحاد حرفيين واحد من وزارة الثقافة إداريين وأربعة من الحرف التراثية أخذنا جائزتين جائزة الأولى والثانية على تلاتة وثلاثين دولة كانت تميزت فيهم صورية وبجدارة حتى القطعة اللي أخذت الجائزة اشتراها والي الحاكم تبع الولاية إنه من كتر مجميلة وحلوة بس يجب التنويه سيد فؤاد إنه الحرفيين يمكن عم يشاركوا بالمعارض الخارجية على حسابهم الخاص يعني عم يكون فيه سفر عم يكون فيه تنقل ومع ذلك يمكن الحرفي عم ياخد غراضه معه بالطيارة ويطلع له يثبت الحرفة السورية خارجاً فقداش فعلاً فيه مجهود معنوي ونفسي ومادي عليكن هلا نحن المشاركة عم تكون استضافة من جمهورية الهند من مطار نيو ديلهي إلى مطار نيو ديلهي يعني بيستقبلونا بالمطار أما كل شيء السفر من سوريا لنوصل لمطار نيو ديلهي عم تكون على عاتق الحرفي وعلى نفقة الحرفي خصوصاً لأنه يمكن أكثر المتضررين بالحرب هو الحرفي السوري لأنه كان الاعتماد على القطاع السياحي والسياح فكمان حتى المدخول اختلف بالنسبة للكون طبعاً طبعاً حتى السياحة اللي كانت تتروج الكم الكبير من الحرف التراسية فأدناها صار نحن عم نطلع بهباعتنا لحتاني نوجدها أكتر هلأ هو شوفي المعرض قبل كل شيء هو إله مو شغلة بس مشاركة بالحرف التراسية المعرض بالهند هو عام وشامل للفنون الشعبية والرأس الشعبي والدبكات والمطبخ الشرقي تبعنا والحرف التراسية نحن عم نطلع بالحرف التراسية لنسبة وجودنا ولكن إذا بنقول هلأ في تشاركية بيننا وبين وزارة الثقافة بهالمعرض ولكن كل العارضين من الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية واتحاد عام الحرفيين الثقافة الفنون الشعبية ولا المطبخ هو لأنه السفر من خارج مطار دمشق الدولي عم يكون فيه صعوبة نحن عم نقتصر أنه ناخدها عن طريق الحرف التقليدية هالصعوبة هاي نحن بنتمأمل في السنين القادمة أنه يصير سفرنا زهابنا وإيابنا من مطار دمشق الدولي بنشارك بكل الفعاليات اللي عم تقيمها جمهورية الهند هنيك يعني فيه دول عربية عم يشاركوا هنيك المطبخ بالهند هنيك بكل دول المشاركة بفوت واحد بشوف أكل كل دولة شو أكلاتها المميزة موجودة أنه نحن بنحب ناخد البوزة العربي ناخد العوامي ناخد الفلافل ناخد هالأمور هاي هاي كلها بس السنين القادمة بإذن الله رح تكون فعالية أكبر ورح تكون الدولة أكيد بتكون داعمة وقت اللي بيكون السفر من مطار دمشق الدولي بيكون نحن مؤسس طيراننا بتدعمنا برية النقل يجب أن ندعي فيه تسهيل أكتر وهذا مستقبلا بإذن الله نحن قادمين لعمار جديد وسوريا جديد إن شاء الله يا رب استاذ فؤاد يعني حضرتك رئيس الجماعية اليوم كيف عم يتم الترويج للمنتوجات الشرقية بالإضافة طبعا للمعارض الخارجية اللي عم تشاركوا فيها هلأ ترويج داخلي على مستوى محلي يعني عم يكون مو متل وقت اللي بيكون فيه سياحة يعني هلأ للعلم أنه كل الدول المجاورة اللي حوالين سوريا بتجي بتتسوى من سوريا هالمنتوجات اليدوية اليدوية اللي نحن عم نشتغلها أغلب الدول عم تفتقد اليد العام لليدوية اللي عم تنتج عم يجوا لسوريا سوريا للساعة عم تبدع وعم تنتج وعم متعلم أجال يمكن لشان يكون متوارث دعم هاي الحرف والحفاظ عليها خصوصا مع بداية الأزمة كان في كتير من العروض مقدمة للحرف السوري إنه ياخد حرفته يطلع لبرة لكن بقي بهاي البلاد صامد عم يدافع عن حرفته مثله مثل الجندي العربي السوري سلاح بييده في تجمعات كبيرة للحرفيين في سوريا في إدكية سليمانية في أحد التجمعات كمان خارج دمشق كان في مشروع يكون في تجمع للحرفيين بخان أسعد باشا مستقبلا؟ نحنا اشتغلنا عليه مع وزارة الثقافة نحنا إذا بدنا ناخد التجمع على نسط مثلا سوق المهن هلأ سوق المهن هو سوق قديم المكان ما بيسمح للعمل فيه نحنا بدنا نوجد سوق هلأ فيه نحنا عنا مواقعين جمعية الحرفية مواقع مع محافظة دمشق قرية شامل ياسمين للحرف الأدوية والتأهيل المهني هذه قرية شامل ياسمين شرق باب شرقي موقعها هلأ بالنسبة للظروفية اللي مرئت صعب كتير أنه يتعمر فيه نحنا هلأ فيه تواصل مع المحافظة لإعمارة ولوضعها أنه تكون قرية تراثية تجمع كل الحرف التراثية عاطتنا المحافظة بديل عنا في أماكن نهدت في دمشق الحرف التراثية قبل الأزمة قعدوا تجمع بمنطقة باب شرقي بخان الزجاج بنقل له نحنا بباب شرقي منطقة تجمع مؤقت لبينما تطلع خرية شامل ياسمين منه معهد لتدريب الحرف التراثية راح تكون ومنه مكان لعرض المنتج وعمل الحرفي يعني راح تكون الأماكن مهيئة كمساحة كخدمات أن الحرفي يشتغل برياحته هلأ سوء المهن أو إذا شفنا خان أسعد باشا عم نعمل فيه معارض الغرف تبعه ما بيقدر واحد يحط فيها مكانة أو آلة أنه يقدر يشتغل هلأ فيه نحنا رئيس الاتحاد العام طرح علينا فكرة أنه ناخد مكان بمعرض ما شخد دولي نجمع فيه يلي عملنا فيه معرضنا نحنا نجمع فيه هالحرف التراثية منه يشتغلوا ومنه يكون معرض دائم على مدار السنة أنه إمتى ما إجاوا وفود أو كذا ناخدهم يزوروا يزوروا هالحرف كله هنيك بيشوفوها كله على الطبيعة عم يشتغلوا وعم يعرضوا هذا كمان عم نشتغل عليه مع اتحاد عام الحرفيين بتوجيه من رئيس الاتحاد نعم مع المعنيين أنه يوصلون لأنه نعمل هلأ مكان هنيك نجمع فيه أكبر عدد ممكن من الحرفيين لبينما تطلع مثلا قرية شامل ياسمين نكمل معه لأنه نحنا موقعين ناخد مع المحافظة التكية الصغرى المغلقة رح يتم فتحها ولا لا؟ نعم التكية الصغرى المغلقة رح يتم فتحها ولا لا؟ التكية ما بعرف هلأ مشروعها هي مع وزارة السياحة ووزارة الأوقاف بقى نحنا ما في تواصل كاتحاد عرفيين معهم بهالموضوع هذا ما عندي علم عنه بس أما السوق هلأ يلي موجود فيه شو فيه محلاته مثل سوق مؤقت يعني بدنا نحنا سوق أكبر يكون فيه نشاط حرفي عمل حرفي يدوي منتجوا الحرفي نلاقي فيه رغبة أكتر من الزائر وتلبي يشوف الحرفي تماما كيف عم تنشغل يعني كيف عم تنشغل هذا الهدف أنه نورجي طريقة الشغل ونورجي المنتج بعد بعد ما انتهى معروض بأجمل وجه للحرفي هلأ نحنا أمنيتنا يعني بـ 2018 أنه نوسع العرض تبعنا كمنتج على أكبر نطاق إن كان دولي وفضل يكون دولي أنه نشارك بكل معارض دولية ونوصل منتجنا أو حرفنا لكي أغلب دول العالم هلأ المؤسسة العامة للمعارض بتقدم لنا برنامج سنوي عن المعارض يلي بتكون خلال 2018 كاملة أنا بحب وجه رسالة لمؤسسة المعارض إنه هالحرفي المعارض اللي عم تقدمها عم تكون أغلبيتها من نوع التجاري أو من نوع تسويقي يعني تجاري عم تلا غرفة التجارة لا تجار مثلا معمل حلاوي معمل أجبان وألبان صناعة الألبسة الغزائيات عم تكون تسويق تجاري عم استوى تجاري زي سورية عم استوى الحرف التقليدية في معارض عم تقام بأغلب الدول ما عم تكون المشاركة فيها في مثلا بإيران نحن شاركنا مرتين معارض دولي خلال الأزمة بيلولوا معارض صناعي عدستي يعني الحرف الصناعية الحرف اليدوية ندخل على المعارض بتلاقي كله صناعات يدوية ما في أي شيء من المواد التجارية أو السلع التجارية الكبيرة صلع يدوية حرف يدوية عم تنشغل نحن بنتمنى أنه مؤسسة العامة للمعارض أنه تشوف هالمعارض كمان طبع صناعات يدوية ويكون إلى مشاركة فيها ونحن كجمعية نختص بالصناعات التقليدية اليدوية أنه يكوننا دور بهالمشاركة بهالمعارض يمكن أن يكون هناك تشاركية ودعم للجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية سيد فؤاد عربش رئيس الجمعية ونتشكرك على وجودك معنا نوجه تحية لكل حرف في سوريا باقي بهذا البلد يدافع عن حرفته لأنه مثل ما قلت يمكن حرفته هي هويته فشكرا كثير لك أكيد شكرا كثير لكم ومنتأمل يعني هالسنين القادمة سنين هالأعمار كون لنا دور كبير فيها لأجاد هالحرف ونجمع الحرفيين أكبر عدد منهم اللي يتهجر أنه نعيده لسوريا نقل له بلدك بيقوله الحجر بمحله انطار هون مكانك وهون إنتاجك رجع لشغلك ومن سوريا بتنطلق للعالم كله سوريا مهد الحضارات ومهد الديانات وتاريخها بيدل عليها وبيحكي عنا شكرا كثير شكرا لك وأكيد كل توفيل لكم بمشاركتكم بالهناند شكرا كثير لك أستاذ فؤاد وشكرا كثيرا